موسيقى الرحمن الرحيم أعزائي في إطار سلسلة حلقات قانون الزراعة وبيان الغرائم والعقوبات التي تواجه تلك الغرائم حيث يطل علينا القانون رقم 116 لسنة 83 المعدل للقانون رقم 53 لسنة 66 والذي تناول كل كبيرة وصغيرة تخص الأرض الزراعية أو أي شيء يرتبط بها حتى الحيوانات والطيور ولكننا في القضايا الهامة نتداول ما يهم الناس في حياتهم نحو التعامل عن الأرض الزراعية وما يرتبط بها وحلقت اليوم إن شاء الله عن الحيازة الزراعية وعلاقتها بالأرض وحيث نتناول ذلك يكون في إطار القانون سالف الزكر ووفقا للمواد 90 و91 و92 و93 من القانون في تناول الحيازة الزراعية وعلاقتها بملكية وحيازة الأرض وأهمية ذلك وعلاقته بالحائز وصفته في الحيازة عما إذا كان المالك أو المستاجر أو حائز بأي سبب قانوني أو غير ذلك ولكن بمناسبة وضع اليد المادي الفعلي على الأرض الزراعية وذلك واضح فيما ورد فعلا في نص المادة 90 من القانون سالف الزكر حيث نصت على أنه في تنفيذ أحكام هذا الباب يعتبر حائزا كل مالك أو مستاجر يزرع أرضا زراعية لحسابه أو يستغلها بأي وجه من الوجوه وفي حالة الإيجار بالمزرعة يعتبر مالك الأرض حائزا ما لم يتفق الطرفان كتابة في العقد على إثبات الحيازة باسم المستاجر ويعتبر في حكم الحائز أيضا مربي الماشية وتسرع له أحكام هذا الباب أعزائي لقد كان نص المادة 90 من القانون واضحا في صف الحائز للأراضي الزراعية والذي يكون قائما بزراعتها والسغلالها سواء كان المالك أو المستاجر وذلك لوضع قواعد تناول المادة 91 من القانون ذاته حيث نضت نصة المادة 91 على أنه ينشأ في كل قرية سجل تدون فيه بيانات الحيازة وجميع البيانات الزراعية الخاصة بكل حائز ويكون كل من مجلس إدارة الجمعية التعاونية المختصة والمشرف الزراعي المختص مسؤولا عن إثبات تلك البيانات بالسجل وتعد وزارة الزراعة بطاقة الحيازة الزراعية ويدون البيانات الخاصة بكل حائز من واقع السجل ووفق نص هذه المادة 91 فقد تناول الجمعية الزراعية في كل قرية وسجلتها واختصاصها بإمساك سجلات لتدوين الحيازات وبياناتها وأصحابها وصفتهم في الحيازة وذلك في سجلات عدتها وزارة الزراعة لذلك وتصدر البطاقة الزراعية للحائز بهذا الرصد الموجود بالسجل ولأن ذلك له أثر خطير نقول أنه نحن نتناول القانون ومن يتابع فإن القانون يتحدث عن الحائز بزراعة الأراضي الزراعية ولا يهم القانون سوى زراعة الأرض سواء بمالكها أو مستأجرا أو حائزا مهما كانت صفته وفي إطار القانون نقول أنه الحيازة الزراعية في البطاقة الزراعية لا تثبت ملك ولا تنفي ملك أي أن الحيازة الزراعية لا علاقة لها بإثبات ملكية الأرض سواء بالإثبات أو بالنفي ولا تثبت للحائز ملكية الأرض ولا تفيه فهي مجرد بطاقة تاموين لصرف مستنزمات الإنتاج للأرض حسب المساحة المدونة بالحيازة الزراعية من كماوي أو بزور أو غيرها مما يخص الأرض الزراعية ويساعد في إنتاجيتها فقط أما الخلاف حول ملكية الحائز أو عدمها أو تدخلها في ملكيات أخرى يكون ذلك شأن قضائي أمام المحكمة ليس مجالنا الآن ولكن الجمعية الزراعية تعاونية لصرف مستنزمات زراعة الأرض وليس طرف في أي نزاع عن ملكية الأرض وفي ذلك نقول لقد حرم القانون وجرم أي تلاعب في الحيازة الزراعية للتلاعب في صرف حصص المساحات الواردة في البطاقة الزراعية وقد وضع القانون عقابا على ذلك في المادة 94 منه حيث نصت المادة 94 من القانون على النقل يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد عن سلاسين جنيه واحد كل من دون بيانات غير صحيحة في السجلات المنصوص عليها في المادة 91 مع علمه بذلك اتنين كل من أثبت أو اعتمد بيانات مخالفة للحقيقة في نمازج الحيازة المنصوص عليها في المادة 92 مع علمه بذلك تلاتة كل مخالفة للإجراءات المنصوص عليها في الفقرة تلاتة من المادة 92 وذلك فضلا عن تحمل الحائز الجديد بكافة الديون المستحقة على الأرض محل التنازل سواء للحكومة أو للمؤسسة المصرية العامة لإتمان الزراعي أو التعاون أو للجمعية التعاونية وكل مخالفة أخرى للمادة 92 يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن 5 جنيهات ولا تزيد على 20 جنيه وذلك يتضح حيث أن المادة 92 من القانون كانت المخالفة التي يقوم بها الحائز أو من ينيبه في الإدلاء ببيانات عن الحيازة أو الماشية وذلك سواء من الحائز نفسه أو من سيتم التنازل له عن الحيازة وذلك عن طريق لجنة مشكلة من العمد أو من يقوم مقامه والصراف ودلال المساحة وعضو التابع للحكومة لمراجعة البيانات المرتبطة بالحيازة قبل إثبتها بالسجلات المعدة لذلك وذلك وفقا لما يصدره وزير الزراعة بهذا الشأن وفق نص المادة 93 من القانون ولكن أعزائي في بيان أهمية حلقة اليوم بشأن الحيازة الزراعية نلخص في كلمتين وذلك بالموجز المفيد الحيازة الزراعية لا تثبت ملك ولا تنفي ملك هي تثبت حائز الأرض فقط سواء كان مالك أو مستاجر أو حائز بأي صفة حيازة بقصد تحديد حصص المساحة محل الحيازة في صرف مستنزمات الزراعة أو الانتاج الزراعي أما الملكية فإن مجالها نزاع قضائي في المحكمة للفصل فيها حسب ما يحدده خبير مختص في ذلك تنتدبه المحكمة وليس مجالنا الآن ولكن ندرسه في حلقات قادمة إن شاء الله أعزائي لقد تناولنا اليوم المخالفات الخاصة بالحيازة الزراعية وتدوين البيانات في السجلات الزراعية وما وجهه القانون من عقوبات نص عليها بذلك أوردناها سلفا في حلقات اليوم